استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن سفير جمهورية فرنسا صديقة جان ماري صفا للبحث عن مسجدات الوضع اليمني واجهود السلام في البلاد وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسفير ماري صفا وأشاد بالدور الفرنسي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وشرعيته الدستورية ضمن المنظومة الأوروبية وكافة المحافل الدولية ووضع فخامة الرئيس السفير الفرنسي في صورة الأوضاع اليمنية وجهود الإصلاحات التي يقودها المجلس في مختلف القطاعات وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مؤشرات انفراج مرتقبة على صعيد البنى التحتية والخدمية مع البدء بتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية خلال الأيام القليلة المقبلة وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في بلادنا والتزامه بحل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة وأشدد فخامة الرئيس على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للوفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي بدوره أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كافة الجهود والمبادرات الرامية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار وأكد السفير جان ماري صفى خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك التزام حكومته بدعم مجلس القيادة الرئاسي وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية وتشارك المعلومات والخبرات بشأن جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة